الملايين اللي تولدت وهي بتشوف النادي الاهلي تتويج وراء تتويج بطولة وراء بطولة تشريف لإسم الكرة المصرية والمصر في المحافلة الدولية أكيد ده كان لي يعني فعل السحر في زيادة قعدة وشعبية وجمهارة النادي الاهلي مش بس جوع مصر لا كمان في كل منطقة في أفريقيا وفي العالم العربي مش هبالح كمان لو قلت على مستوى العالم مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهيره the most prestigious title زي ما قال الاتحاد الأفريقي وزي ما اتكلمت وسائل الصحف والإعلام في العالم كله عن فوز وتتويج النادي الاهلي بالبطولة لكن الأهم بالنسبة لي وأنا بحط عيني على كاس البطولة دي سرحت بالخيال كده شوية وفكرت يعني إيه 13 يا أهلي يعني إيه تبقى لسه فايز بالبطولة وعينك على البطولة اللي جاية يعني إيه موسم هتخوض فيه عدد من المسابقات لم يخوضوا أي نادي على مستوى العالم في تاريخه كله بتتكلم على نادي بيوصل خمسة وده بالمناسبة رقم قياسي ما تحققش أبلي كده إنه نادي يوصل خمس نهائيات على التوالي خمس خمسة فاينل دوري أبطال شامبينز ليج على التوالي ويفوز بأربعة منهم وليه بقول إن البطولة دي استثنائية عايزة راجع مع حضراتكم كده سيبك طبعا من الأرقام القياسية سلسلة عدم الخسارة ويسيبك من إنه النادي يعني فاز بالبطولة أو باللقب ده بدون خسارة مباراة واحدة لكن عايزك تبص على الأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة عشان تعرف إيه هو نوع وحجم السيطرة ده مهم جدا مش بس عشان اللي فات لكن كمان عشان اللي جاي لأنه اللي جاي بالتأكيد هيكون أصعب ومنافستك على الألقاب القرية ومنافستك في بطولة الانتركنتينتل وكاس العالم بالتأكيد محتاجة ليفل تاني أعلى وأصعب بشكل كبير فتعالوا نشوف أرقام الأهلي وهبدأ معاكم بالتشكيل الأساسي حسب مخترته الواب سايت الخاصة بصفة سكور طبعا زي ما حادتكم شايفين برضو سيطرة لنجوم النادي الأهلي وإن كنت طبعا يعني طبعا ده طبعا الأرقام دي حسب الريتنج اللي خده كل لعيب في البطولة حسب عدد مشاركاته تأثيره سواء في النواحي الهجومية أو النواحي الدفاعية فطبعا مصطفى شبير بدون نقاش كانت المنافسة بينه لغاية المباراة الفاينال بينه وبين أمان الله ما ميش حارس مرمى الترجي لكن بفوز الأهلي بالبطولة حفاظ مصطفى شبير على الكلينشيت خلاه الحارس الأساسي فيه التشكيل الأمثل لبطولة الشامبينز ليج في خط الدفاع زوزو طبعا لعب يونج أفريكنز معهم أو لعب أسك أسك ميموزا بالضبط كده أسك ميموزا ومعهم محمد عبد المنعم نجم طبعا المنتخب المصري ونجم النادي الأهلي ومعاه ياسين مريح قلب دفاع نادي الترجي التونسي فيه خط النص اختاروا كايتا لعب مازينبي الكونغولي معاه حسام تقا فيه قلب يعني على الدايرة ومعاههم طبعا مارسيلو ألندي وأنا ليه وقفة مع مارسيلو ألندي الحقيقة لأنه لعب الحقيقة سوبر لعب واحد أنا بأشوفه يمكن أفضل لعب فيه مش بس في سانداونز يمكن فيه ملعب أفريقيا بشكل عام لعب نص ملعب متكامل مارسيلو ألندي ومعاههم طبعا نجم مصر ونجم نادي الأهلي المصري ونجم تونس طبعا علي معلون فيه السلاسي الهجومي اختاروا حسين الشحات نجم النادي الأهلي الباك الشمال وعزيزكي لعب يونج أفريكنز وأمامهم رأس حربة سانداونز البرازيلي ريبيرو ده تشكيل بطولة دوري الأبطال اللي فيه أربعة يعني نص الفريق تقريبا من نجوم النادي الأهلي أعتقد أنه التشكيل كمان كان ممكن كتير من الأسبوع تدخل فيه لكن القصة لها علاقة بعدد المباريات اللي تلعبت مش بس بالمستوى الفني يعني بشوف أنه مروان عطية بشوف أنه أكرم توفيق بشوف أنه إمام عشور بشوف أنه ممكن كمان نقول محمد هاني ممكن جدا جدا كانت تبقى أرقامهم قريبة جدا من التشكيل الأمس لكن هي برضو مش قصة اختيارات العيبة ومش قصة التشكيل المثالي لأنه في النهاية في حاجات تانية وأرقام تانية كتير قوي ومهمة جدا تعكس إزاي الأهلي بجدة في حتة تانية يعني أنا بفهم على فكرة في أوقات كتير جدا بالذات في البطولات القرية أنه ممكن فريق يقدر يعمل مفاجأة وياخد لقب يعني وردة بتحصل حتى في أوروبا يعني لما بورتو مثلا خد بطولة الشامبيونز ليج كانت مفاجأة لما اليونان تاخد بطولة اليورو كانت مفاجأة كبيرة جدا لما ليستر يطلع يطلع في الدورة الإنجليزية في أول سنة ياخد بطولة البريمير ليج مفاجأة كبيرة جدا لكن المفاجأة مش ممكن تتكرر التفرة تحصل مرة لكن ما تحصلش مرتين ولو حصلت مرتين يبقى فيه بينهم فارق زمني كبير جدا مش ممكن أبدا يحصل على التوالي ده تعريف الصدفة لكن تتويجي يجي مرة وراء التانية وراء التالتة وراء الرابعة وتوصل للرقم 12 وانت أقرب منافس لك في المركز التاني أو التاني والتالت أو التاني مكرر خمس ألقاب بس ما تكلم على مزينبيو الزمالك يبقى هنا السيطرة والهيمنة مش من فراغ ده التشكيل الأمثل طب تعالوا نشوف